أتلف مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب 12 ألف كرتون حليب وذلك بعد أن تم تحارز على الكيمبية لدى أحد التجار في المدينة وقال مدير إدارة حماية المستهلك بمكتب الصناعة والتجارة عبدالله الياجوري أن هذه الكمية مجيدة فيها خلل مصنعي من حيث المواصفات والمقاييس وأنها لا تسطح للاستخدام الأدمي ومكتب الصناعة بدوره قام بإطلاف هذه الكمية ودع الياجوري كافة التجار إلى الانتزام بقوانين التجارة الداخلية وعدم تعريض حياة المواطنين للخطر وأن رجان الرقابة والتفتيش موجودة في الميدان وستقوم بضبط أي مخالف يذكر أن مكتب الصناعة وتجارة بمحافظة مأرب أتلف قبل فترة وجيزة 16 كرتون عصير مخايفة لمواصفات والمقاييس ترجمة نانسي قنقر